بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة على Stages of Muses Division الحقيقة طبعا Like the Mitosis عبارة عن Stages السمناه كده عشان نقدر نفهم ايه اللي بيحصل بس فيه فالميوز هذا عبارة عن 2 successive division فالميوز فيه First Division ميوز 1 ميوز 2 فالميوز 1 ميوز 1 يحصل فيه نفس اللي بيحصل في البروفيس لكن فيه المميز فيه طبعا فيه Spindles Spindles Appear Nuclear Envelope Fragments Disappear الhomologous pair and synapses occur وده يميز البروفيس 1 الميتافيس 1 الhomologous pairs تتراد يعني line at the equatorial blade يعني متى يترتب كروموزوم واحد كده ولا بترتب اتنين كروموزوم بترتب اتنين كروموزوم الhomologous 1 وده برضه من المراحل المهمة في الميوز 1 ان الhomologous تنفصل وتبدأ تتحرك على اقطاب متعكسة في الخلية and effectively dividing the chromosome number into the half وبالتالي ايه المرحلة في الميوز اللي بتعمل اختزال على الكروموزومات للنص هي الانافيس 1 يبدأ reduce the number of chromozoom into the half التلو في اس 1 spindle fiber disappear nuclear envelope reformers and appear briefly ليه briefly لانه في انقسام ثاني بعدية الغلاف النووي ميتكونش بسرعة نهائية وبعدين تكفت الثاني تجد الخليعة الفاضي just hint that's a mark بعد كده يحصل فيه cytokinesis يبقى في عندك plasma membrane force and silhouettes momentarily during interkinesis بعد كده تنتظر فترة كده لحظات بعد كده المرحلة يسموها interkinesis كنا زيبان بقولوا لو يحصل فيها ضاعف للدنيا لك لا ده ده just momentary period no DNA replication ده البروفيس 1 او زيبان تشايف كده يحصل فيه لدنيا وبعد كده فيه وفيه نيوكلور نيوكلور تبدأ يحصل بعد كده طبعا اللي يميز البروفيس طبعا يحصل فيه بيرينج لهمولوجس كروموزوم عشان يحصل فيه بعد كده الميتافيس 1 وده تعمل البروفيس كروموزوم بترتب كروموزوم واحد كده بس ولا اتنين كروموزوم بترتب اتنين كروموزوم مع بعض بشكل ده يبقى ما تكي تعمل فيه الانافيس 1 بتعمل الكروموزوم كامل وبالتالي للسنترمير ليه الان انت ما بتفصل شي كروماتيد انت بتفصل كروموزوم السيسر كروماتيد يبضلوا مع بعض بعد كده لما يبقى اتنين مع بعض بكده بيسموه الدياد التيلوفيس على طول نيوكلر انبلوب ريابير نيوكلرس ريابير بعد كده يبدأ على طول عندك نواتين في خلية واحدة يبدأ التيلوفيس 1 بعد كده يبدأ يحصل سيتو كينيسس وتديك خليتين وتبدأ مرحلة الانتر كينيسس يبقى حصل الوقت خلاص reduce the number of كروموزوم into the half ده في الميوزس 1 وتبدأ قلت المرحلة اللي يسمى الانتر كينيسس الفترة انتقاليه ما بين الميوزس 1 وميوزس 2 يبدأ على طول ميوزس 1 وميوزس 2 مش انترفيس اه اه بعد كده يبدأ على طول ميوزس 2 ميوزس 2 ميوزس 2 كيني بتكلم على الميتوزس سمينة الفيبر ميوزس 2 يعني تكاثر يحصل الدستينكت الكروموزوم بعد كده الميوز الميتافيس 2 بتعمل يعني بترتب كروموزوم واحد كده على خط الاستوتواء الخلية وبالتالي لما بتجي تعمل في الانافيس بتعمل وبالتالي لازم يحصل الدفجن للسنترومير التلوفيس الوقت عندك اخلاص تكونت مش برفلي بقى ده تكونت خلاص بشكل نهائي بعد كده يحصل ايه عندك خليتين نواتين في خلية واحدة وبالتالي لازم يحصل 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 بعقل الخليتين كده على طول ويبدأ يتكون عندك الوقت فور يعني عندك اربع خلايا هاف نمبر اف كروموزوم بيبدأ يتكونوا بالشكل اللي انت شايفه ده يبدأ البروفيس 2 كل خلية نتجت من الميوزس 1 بتبدأ تكمل انقسامها خالص عادي خالص بعد كده يحصل واحد بس كده وبالتالي يحصل عشان كده يحصل ديفجن لس انترمير عندك خليتين نواتين في خلية واحدة خليتين في نوات واحدة لازم يحصل في انقسام عن طريق الفورو وبالتالي عندك اربع خلايا كل واحدة فيها هاف نمبر اف كروموزوم ده باختصار بروفيس 1 يحصل كروسنج اوفر والبيرنج وكروسنج اوفر بعد كده فيه ترتب ايه انت الوقت ترتب بعد كده تعمل يحصل 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 نمبر عندك هنا برضو بيوضح لك برضو ان حصل في البروفيس عشان يحصل هنا يحصل كرومزومات المتمسلة تترتب في خط الاستواء عند الخلية مالك يحصل كرومزوم كامل ما حصلش لسنترمير عندك دوتر كرومزوم حصل ويبدأ ان يكمل انقسامهم بشكل خالص يديك اربع اي خلايا موجودين والسلام عليكم ورحمة الله